هنا أكتر ولا هنا أكتر يا دكتور؟ لا طبعا إحنا الولادة الطبيعية هي الأفضل للبيبي ليه بقى يا دكتور؟ حاجات كتير جدا نبدأ من الأول خالص أن الطفل الأم وهي أثناء آلام الولادة بيحصل ألم يقل الأكسجين للطفل ضربته بقل فبيحصل زي إفراز لمواد اسمها الكاتيكولامين الكاتيكولامين دي لما بتفرز بتدي تحييئة للجهاز التنفسي إنه ينمو بشكل كويس آلام دي مفيدة جدا للأم والطفل لكن لو في ولادة قيصاري ما فيش الآلام دي وبناء عليه المادة دي ما بتتفرزش في الطفل؟ بالضبط كده فما بتفرزش فيبقى عرضة لضيق التنفس الطفل ينقطة جديدة جدا عمري في حيث ما اسمعتها الطفل الطفل حاجات كتير جدا طب قلنا يا دكتور فيه طفل يعني معظم الولادة اللي بنسميها الإلكتب أو الاختيارية بتبقى في حدود 36 أسبوع آسف بعد 37 أسبوع فاحنا بالتالي احنا الطفل بنسميه ناقص النمو قبل 34 أسبوع بنسميه مقارب لكامل النمو من 34 إلى 36 أسبوع بعد 36 تماما كامل النمو حلو وارد جدا بخطأ الأم في الحساب أو بخطأ الطبيب في الحساب إنه يفرق معنا الأسبوع فبالتالي الطفل ده يتولد بدري أسبوع فده هل ده فيه مشكلة؟ آه ده يبقى كده أنا بعرضه إنه ممكن يكون نازل ناقص النمو ده لو أنا بختار قيساري بالضبط يبقى عنده ممكن بغلطة أسبوع ولا أسبوعين خلاص ده الطفل ده ممكن يحتاج للرعاية الطبيعية في المحضب أنا عرضتوا الطفل في سبيل إنه لو جاي طبيعي في وقته الطبيعي يبقى كده وكامل وأنه طبيعي وما فيش مشكلة بالضبط وجاهز إنه ينزل يعني بالضبط يعني هو هيتولد كويس